دعوني أخبركم عن حديثة صغيرة كنت سجينة لمدة 15 سنة في جنوب أرزونا لماذا كنت في السجن؟ أمر غير مهم لذا فترة محكومتي هناك العديد من الأمور التي حصلت التي لا استطيع شرحها ولا أحد يريد أن يعلم عنها كل هذا بدأ أسطورة في السجن على ما يبدو منذ سنوات عديدة حصل شيء فضيع ولا يفسر كل صباح كنا نستيقظ ونقف أمام باب السنزانة حتى يستطيع الحرس أن يحصوا عددنا على ما يبدو منذ سنة عند دخولي للسجن حصل موقف خلال هذه العملية أحد السجناء الذي يقيم وحده في السنزانة كان يبدو عليه تصرفات غير طبيعية عندما أحد الحراس أراد أن يحصه وجد أنه ليس السجين المفترض أن يكون في تلك السنزانة لقد كان رجل مختلف بالكامل هذا الرجل كان يرتجي جلد بشري واتضح أنه يعود لصاحب السنزانة الأصلي كانت كبيرة الحجم عليه كان أشببه ونوعا من أنواع الكائنات بعيدة عن البشر والمرحبة أكثر تضح أن هذا الشخص ليس سجينا أصلا الحراس ليس لديهم أي فكرة عن كيفية وصول هذا الشخص إلى السجن والأسوأ لا أحد يعرف من هو لم يكن لديه أي سجلات كما أنه لم يجد جثة صاحب السنزانة الأصلي قصة فضيع حقا أعلم ذلك لقد تطلق على هذه الحادثة سكون ووكر كما أن ذلك الشخص لم يطلق البته على أي حال هذا ما بدأ غرافة السكون ووكر في السجن ولقد نقل هذا الكائن إلى مكان آخر أنا سمعت هذه القصة في يوم الثاني عند دخول إلى السجن يا لها من قصة تسمعها عندما تعلم أنك ستقيمه هنا لمدة 15 سنة لننتقل الآن إلى إحداث تجارية حسناً لنفترض أن هذا الكائن هو السكون ووكر ولكن كل هذا جعل من المسجونين يتحدثون عن تلك الواقعة وعلى ما يبدو أنهم جمعوا بعض المعلومات عن السكون ووكر طبعاً أنه لا يمكنك تمييزه على الباخ البشر ولكن إذا استطعت بقاءه حياً وأنت بالقرب من أحدهم يمكنك بالتأكيد أن تلاحظ بأن تصرفاته تختلف طريقة غريبة يمكنهم أن يقلدوا عبارات البشر لكنه لا يمكنهم التحدث كما أن لديهم ارتعاش هوسي من فترة لأخرى ولديهم انحناء غير طبيعي عند المشي ولكن البعض منهم أصبح تصرفاتهم أقرب للبشر مع مرور الوقت أحد السجناء اسمه كارل قال له متأكد أن هناك واحد موجود معنا في السجن وأنه يصطادنا واحد تلو الآخر مع مرور الزمن قد أخبرني كارل أن هذا الاسكون ووكر قد أصبح تصرفاته أشبه البشر الحقيقيين وحتى أن كان شريكك في السنسانة لابد من أنه قد تدرب لأنه عاد ما ينقضون عليك في أي فرصة سانحة وعلى ما يبدو أنه مع مخالطته من البشر تسبب منهم صفة الصبر هذا ما قاله لي كارل بعض السجناء يتغيرون في تصرفاته فالبعض وجدوا شركاؤهم في السجن يترجحون من أعلى السقف بحبل حول رقبتهم البعض لم يستطع احتمال هذا الوضع ولكن في قسمنا من السجن بعض السجناء بدأوا يتصرفون بالطلق أغرب لم يكنوا ينتحرون أو يفتعون للمشاكل بل يتوقفون على الكلام يبدون بالإنحناء ويقطعون كل علاقاتهم بزملائهم ويقومون أيضا بإخفاء وجوههم خلف شعرهم لا أحد يريد أن يتكلم عن هؤلاء خوفا من أن يصبحوا مثلهم وأنا منهم لا أعلم إن كان هؤلاء الأشخاص سكن ووكر آمن له حالة من حالات الجنون ولكن لا أريد التعمق بالأمر لم يكن هذا الأمر يحصل دائما لكن عندما يبدأ حصول ذلك لأحد السجناء لا يمضي أثر من أسبوع حتى يتم ترحيلهم إلى مكان لا يعلمه إلا الله ثم بدأت مرحلة الكوابيس بعد ذلك أستطيع سماع أصوات صريخ في الزنازين مجاورة في كل ساعة الليل في نظام المتقطع كان الصراخ خليطا بين الصراخ خنزيرا يموت وصرير بسمر في الحديد هذه الواقعة كذلك لا أحد يحب التكلم عنها وهو الأرعب من ذلك تلك الظلال وأصوات الأختام قسمنا لم يكن فيها سوى ضوء خافت لا يضيأ جميع زوائي القسم أنا شخصيا رأيت بعض الظلال ستتحرك خارج السنزانة عندما لم يكن هناك حرص في قسمنا وفي إحدى المرات قبل انتهاء محكومتي استيقظت رأيت على الحائط المعاكس للسنزانة ظلل شخص منحني وعندما اتفتت وقلبي ارتجف لم أرى أحد هناك كما أنه لا يوجد أحد خارج سنزانتي وصوات الأقدام الكل كان يكره تلك كانت الأفضع بين الأمور التي حصلت كانت تاتي في الليل وكانت أنذر من الظلال كنا نسمع أصوات جري لأقدام حافية ومبللة لم نكن نعلم من صاحبها كانت تجري من بداية قسمنا حتى نهايته مهما كان أنا متأكدة أنها لم تكن تعود لإنس إنها كانت سريعة لدرجة أنني لم أستطع استيعابها عندما أبدأ بسماعة تلك الأصوات قادمة نحو السنزانتي لأتفت لأرى مصدره تكون الأصوات قد ذهبت مسافة ثلاث سنزانات عني الكل كان يكره الأصوات ولا منهم لقد انتهت فترة محكومتي قبل شهر ولدي عديد من القصص لأحكي عنها وأستطيع أن أقسم أنه كان قد حان دوري في أحدى الليالي بأسبوع قبل نهاية حكمي شركة في السنزانة بدأ يتغير بنفس الطريقة التي أخبرتكم عنها أنا لم أنهم طوال ذلك الأسبوع ربما قد نمت ولكن لبضع دقائق فقط ولا معطه ظهري أبدا وفي أحدى الليالي استيقظت ورأيته يريد أخراج جسده من خضبان السنزانة ولكن الخضبانة كانت صغيرة لدرجة أنني لا أستطيع أدخال يدي منها ولكن الفضيع أنه كان يحاول الدخول إلى السنزانتي وليس الخروج منها في آخر يوم من محكومتي لم أقل له كلمة واحدة لقد خضيت 15 سنة في السنجن وقد واجهت العديد من المصاعب ولكنها كلها كانت بسيطة أمام ما رأيت بعد خروجي من ذلك السنجن فقد التقيت بك